السلام البنات كده يلي لبسا لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد برنامج رائع جدا لكل سيدك تعاني من تأخر في الإنجاب أكيد أن هذا البرنامج غادي ينال إعجاب ديالكم فما كرحش منكم أنكم توصلوا لي الأكتر عدد من اللايكات باش تعم الفائدة لأنه فعلا برنامج مجرب مني شخصيا ونال إعجاب ديالي فحاولت أنني نقدم لكم هذا البرنامج هذا لربما تنتو ما يحصل عندكم الحمل بسرعة وفي وقت قياسي بطبيعة الحال إلى تبعتيوه بالحرف وغادي نقول لكم هذا الفيديو هذا وغنصحكم أنكم تقيدوا أو تسجلوا في واحد الكتاب عندكم هذا البرنامج هذا باش تلتزمي به لأنه فيه بزاف ديال المعلومات فما غاديش تقدي تحفظيهم حاولي أنك تسجلهم عندك باش تدري بهذا البرنامج هذا وإن شاء الله يكون خير ويحصل عندك الحمل إذن كيفما كان عرفوا بأن مجموعة من الأشياء اللي خاصك ضروري أنك تدريها وتقومي بها قبل بدء البرنامج الأشياء الواجب فعلها وخاصك ضروري تأكدي منها هي أنك تكون متأكدة من أن الرحم ديالك ما فيه تشي مشكل حاولي أنك تعرفي بأن الدورة الشهرية ديالك تنتظم عندك مزيان إذا كانت غير منتظمة حاولي أنك تزوري الطبيب ديالك لأنه غادي يقوم بالفحص المناسب وغادي يعطيك مجموعة من التحاليل باش يكتشف شنه هو سبب الخلل في الهرمونات وبالتالي غادي يعالج لك المشكل ويعطيك الدواء اللي غادي ينظم لك الدورة الشهرية لأن هذا الأمر هذا مهم بزاف وهذا البرنامج غادي ينجح مع السيدات اللي عندهم دورة شهرية منتظمة وكذلك السيدات اللي ما كيعانو تشي من مشكل يعني في المبيضين ديالهم كذلك ما كيعانوش من مشكل في الرحم من الالتساقات أو انسداد في الأنابيب هاد السيدات غادي قد ينجح معهم هاد البرنامج بإذن الله كيف ما كان عرفو بأن الأشياء شرب الماء بكمية كبيرة لأن الشرب الماء باستمرار كي يساعد على توازن الهرمونات وضبط الهرمونات في الجسم ديالك وخصوصا واحد الأمر واحد السير المهم اللي نبغي نسح بجميع السيدات هو أن الشرب الماء أيام الدورة الشهرية كي يساعد على ضبط الخلل الهرموني إذا حاولي أنك تكتري من شرب الماء أثناء الدورة الشهرية جوج لترثل ثلاثة في اليوم باش تقدير يعني الخلل اللي عندك في الهرمونات وهذا الأمر هذا تبتت الدراسة على أنه كي يساعد في توازن الهرمونات اللي فيها يعني إما ارتفاع أو انخفاض مثل هرمونات الحليب هرمون الحليب كذلك الهرمونات الأخرى اللي كتكون مسؤولة على الإبادة وعلى الدورة الشهرية مثل الأستروجين والبروجستيرون هذه الهرمونات هذه كان عندك الارتفاع فيها فشرب الماء بكمية مناسبة غدي يساعدك أنك تضبطي هذا الارتفاع وكذلك الانخفاض ديالها وكذلك الرياضة المسألة المهمة اللي كينساوها بزاف ديال السيدات وهي ممارسة الرياضة ولو تمارين بسيطة في المنزل ديالك أو ممارسة الرياضة المشي هاد الأمر هذا غدي يفرق معاك وغدي يكون عنده واحد تأثير إيجابي على الصحة ديالك على الدورة الدموية غدي تكون نشيطة بزاف وبالتالي جميع الأعضاء غدي يكون عندهم واحد نشاط يعني المبيضة ينتهو مرة من ضمن الأعضاء ديال الجسم ديالنا اللي خاصوهم ضروري يتحركوا يعني بالدورة الدموية تكون نشيطة فيهم باش يحصل الحمل بسرعة ممنوع كذلك شرب أو أكل أي شيء بارد أثناء الدورة الشهرية منعا باتا هاد الأمر هذا اللي كولينك نلاحظوه بزاف ديال السيدات كيهملوا لأنفس ديالهم وقت الدورة الشهرية كيتناولوا مشروبات ساخنة ما كيلبسوش ملابس يعني كد فيهم وهاد الأمر هذا كيسبب في احتباس الدم والتجمع دياله وبالتالي ما كيساعدش الرحم على التنظيف بشكل سريع وكذلك لا ضروري خاصك تكون الحالة النفسية ديالك في صحة جيدة طاقة الإيجابية الحالة النفسية الجيدة كتلعب دور كبير في الهرمونات وفي انتظام الدورة وكذلك في انتظام التبويد خاصك ضروري تبتعدي على مصادر التوتر تشي حاجة متسهل أنك تعصب عليها حاولي أنك تكون ديما بوحد طاقة إيجابية وتشوفي القدام وتشوفي بأن الحياة ما زال قدامك إن شاء الله وإن شاء الله ربي غادي حقق الأمنية ديالك في واحد الوقت وبطبع الحال ضروري خاصك تتبعي هذا البرنامج بالكامل بدون ترك أي شيء فضروري هذا الأمر هذا ووحد نصيحة اللي ممكن أنا نقطار حيلك أنك من اللي تكوني تدري هاد البرامج هادو أو هاد الوصفات حاولي أنك تكوني تدري هم بينك و بين راسك يعني ما تخبرش بهم العائلة ديالك الكبيرة حاولي أنك تخلي هاد الامور هادي لكنت شخصيا حاولي أنك تستري هاد الامور هادي ولو أنه حصل عندك الحمل حاولي أنك تخلي هاد الامور بينك و بين راسك والزوج ديالك والعائلة ديالك الصغيرة باش الأمر يبقى مستور لأنه استرام زيانة بزاف يعني وخصوصا في ثلاثة أشهر الأولى من الحمل ملي تبت الحمل ديالك من بعد ديك ساعة حاولي أنك عاد ديك ساعة تقوليه للناس اللي غادي سعار فيهم غادي بغيو لك الخير بطبيعة الحال لأنه هاد الامر هادا تهو كاللاحظوه كاللاحظو بأنه بزاف ديال السيدات كي حملوه وكينشروا الخبر ديالهم وهما في الأشهر الأولى من الحمل وبطبيعة الحال كيفما كان عارفوه بين قوسين كين مجموعة من الناس اللي قدمه يتمنوش لهم الخير فحاولوا أنكم تستروا هاد الامور هادي باش ربي يكمل عليكم إن شاء الله وكذلك حاولي أنك تدري تحاليل ديالهورمونات وأهم شيء هرمون الحليب فهو كيسبب تأخر في الإنجاب ما كيمنعش الحمل بصفة كلية ولكن ممكن أنه يأخره عند بعض السيدات ندوزو داباب لما نطول عليكم البرنامج الرائع اللي هو مجرب من عند مجموعة من السيدات وبطبيعة الحال أن هاد البرامج هادو كيجربهم سيدات وكيعطوهم نتائج إيجابية فلاش لما تنتم تجربوا هاد البرنامج ويكون عندكم الحمل في وقت قصير بإذن الله أولا فترة الدورة يعني كتكون كيفما كان عارفوه من أربعة إلى سبعة أيام أو تمانية أيام حسب كل سيدة من اليوم الأول بدأ بعمل هاد البرنامج هادا يعني خاصكم تسجلوا هاد الشي في دفتر أو حيث ما غديش تقدو تعقلوا على جميع المعلومات فحاولوا أنكم تسجلوها من الأفضل أولا شرب الأناناس من أول يوم في الدورة إلى اليوم 13 فقط هاد الامر هادا كي نشط لكم البويضات ثانيا شرب عصير العنب وعصير تفاح إلى يوم 25 من الدورة يعني مليك تخلص مليك تسالي أو كتنتهي من فترة التبويض هاد الامر هادا كي يكبر لك البويضات وكي نشطهم وكي خرجوا عدة بويضات في نفس الشهر وممكن يكون الحمل بتوأم ثالثا شرب مغلة حبة البركة والكمون والحلبة غدي تخلق الحلبة مع الكمون مع حبة البركة وتتناول هاد المشروب هادا او هاد المغلة يوميا من ثاني يوم للدورة حتى اليوم اللي غادي تتهري فيه من الدورة للحمل بسرعة بطبيعة الحال رابعا شرب مغلة الزنجبيل والقرفة والقرونفل والينسون يعني غادي تدير شوية ديال زنجبيل مع نصف ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة بطبيعة الحال القرونفل كذلك والينسون القرونفل حبة دا لو انك تحنيه باش تهوية الفوائد دياله مع هاد المشروب هادا والينسون كذلك يوميا من ثاني يوم للدورة لحتى اليوم اللي غادي تتهري فيه من الدورة هاد المغلة هادا كيساعد في تنشيط البويضات وكيكبر الحجم ديالهم خامسا شرب مخلوط حبة البركة مطحونة زائد حبة الرشاد غير مطحون يعني حب الرشاد غير مطحون زائد مرة مطحونة زائد العسل الاصلي وحبوب اللقاح وغداء الملكات بطبيعة الحال هاد المخلوط هادا غادي تناوليه مرتين في اليوم حتى فترة التبويض يعني لحتى يوم خمسة وعشرين من الدورة كيساعد في انه كيكبر البويضات وكيتسبب في الحمل بسرعة يعني ممكن انك تناولي هاد العناصر هادي لفترة التبويض يعني يعني وخدث لي منك فترة التبويض غادي تبقى تتناولي هاد الخلطة هادي لليوم خمسة وعشرين من الدورة كيساعد على انه كيكبر كيف ما قلنا البويضات وحاولي انك مليت تحني هاد المكونات تضيفهم للحليب الساخن شربي هاد المشروب هادته هو كيساعد في تقوية البويضات سادسا مطحون السمسم يعني كتتحني السمسم الابيض وكتضيفي له الحب السوداء وكتشرب عليه حليب ساخن على الريق من ثاني يوم للدورة لحتى خمسة وعشرين يوم يعني كتستمر عليه وخام بعد فترة التبويض كيينشط وكيكبر البويضات سابعا شرب مغلل بردقوش يوميا بدون قطاع كأس واحد متوسط كيساعد على ضبط الخلل الهرموني وتامينا شرب مغلل ميرامية من بعد انتهاء الدورة لحتى اليوم 13 من بداية الدورة يعني كتشربه من بعد ما كتخلص منك الدورة يعني كتحبسيه في اليوم ديال الابادة او في ايام الابادة تاسي على القسط الهندي وهذا الجزء هذا من البرنامج ممكن تستغنى عليه السيدات اللي مكتعانيش من تكيوس المبايد يعني القسط الهندي مكبر ومنشط للبويضات كيتناوله السيدات اللي كيعانيه من تكيوس المبايد وكيساهم في انه وكيعالج هذا المشكل وكيتكال من بعد انتهاء فترة الدورة لحتى يوم التبويض وكذلك عاشر حاجة وهي اكل الخص الخص كله بزاف قدر ما تقدو يعني شحال ما قدتي وانكم تتناولوا الخص فهو مفيد بزاف كي ينشط البويضة مكبر للبويضة وفعال ومسبب للحمل ومثبت لها بعد الله تعالى وطبيعة الحال حادش نصيحة وهي والنصيحة الاخرى هي انك تتهني منطقة البطن ديالك من الاسفل والافخاد ديالك بوحد الخاليط ديال زيت الزيتون الحب السوداء حاولي انك تمزجي هاد الخاليط وتدري به واحد الدلك وواحد المساج لهاد المناطق اللي ذكرت لي انها فعلا كتنشط وكذلك اكل الزبيب الاحمر وحمد الفوليك من اول يوم في الدورة حتى انك يصار عندك الحمل التازموا بهاد الاشياء وان شاء الله يحصل عندكم الحمل وربما يكون عندكم في الشهر الاول من هاد البرنامج كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنين الاعجاب ديالكم الى اعجبكم بطبيعة الحال ديما ادعموا الفيديو ديالكم باللايكات وحاولوا انكم توصلوا ليالاكبر عدد من اللايكات باش يعم تعم الفائدة ويوصل جميع السيدات اللي كيعاني ومن تأخر في الانجاب لان فعلا هاد البرنامج لقاء النجاح الكبير عند مجموعة من السيدات وبطبيعة الحال هاد البرامج هادو اللي كان ذكر في هاد القناة فهما برامج مجربة وصفات مجربة يعني كيكون عندها واحد مفعول ايجابي وكيتم الحمل عند الكتير من السيدات اشتركوا في القناة